بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير يا أول هاي الحصة الخامسة عندنا من المصدر المؤول المصدر المؤول احنا اخذناه كثير وحكينا عنه كثير أصلا هو عبارة عن حرف مصدري زائد الفعل حرف المصدري عندك أن لو كي وأن اسمها أخرها مثلا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته لاحظي المصدر المؤول أن يرى يأخذ مكانا من الإعراب حسب موقع في الجملة فتقولي المصدر المؤول في محل نصب مفعول به الجملة الثانية يود الفلاح لو ينزل المطر خذيها قاعدة لو مع الفعل إذا سبقت بالفعل وده أو ما يشبه معناه من حب وما يشبه دائما في محل نصب مفعول به واضح؟ أيضا نقول ذهبت إلى المكتبة لكي أقرأ كتبا لاحظي كي أقرأ هاي مصدر مؤول سرقت بحرف جر إذا نقول المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر أيضا قول الله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء لاحظي المصدر المؤول عبر عن أن وإسمها وخبرها كونوا مصدر مؤولا في محل نصب للفعل ترى إذا يأخذ مكانا من الإعراب حسب وريده في داخل الجنة هل لعنا يا أول طريقة أخرى أو نمط آخر مطالبة أنت فيه وهو تحويل المصدر مؤول إلى مصدر صحيح أقول لكي خل الإسم من الفعل أو اعمل المصدر صريح من الفعل مثلا لما يقول عنا ما أجمل أن ينتشر العدل حول المصدر مؤول إلى صريح عملية ماذا؟ انتشار إذا انتشار حولناه من مؤول إلى صريح يعجبني أنك متفوق لاحظي أنه وإسمها وخبرها ما أخذي من متفوق آمين